اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا رابطة العالم الاسلامي منظمة دولية للشعوب الاسلامية لها حوالي ستين عاما اشتركوا في القناة 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 موسيقى اللوفيس بادم اللوفيس بادم 世界一覧連盟としては 自分たちのできること 例えば 学問において 先生の教育とか あるいは その他の 教育に関する ヘルプ 助成をすること そういう要因があって そういうことができれば よいと思っております そしてさらに 両大学 ラビタと الش大大学が お互いに 学問のレベルで 交流を図って ويبقى تشكر في التقديم ويساعدت نائب مدير الجامعة ولي الجامعة حمومان ولي الإخوة الأعزاء الذي نعلم معنا من قبل والآن ونرجو أن تتكلم الهادية الجهود وحد التعاون بينا جاه 本当に感謝を申し上げまして 同社大学と それから副学者である エンゲル先生に感謝を申し上げます それから我々の友人であって 昔の友人もこれからの友人も 我々の感想を強化したいと そういうふうに願っておりまして この機会に新しい方向に向かうことを 願っております これで挨拶を終わりたいと思います 皆さんとサウジアラビアで会いたいと思います ではアミントクマス ロガラアラビア السلام عليكم 日本ムスルメ教会の会長 トクマスと申します 最初に世界イスラム連盟であります ムハンマド・アブドルカリム・イーサ閣下に この確実会議を開催する機会を 与えていただいたことに 感謝申し上げたいと思います この会議のテーマは 世界平和と共通ビジョンというテーマであります まずそれから ラビタの皆さん ドゥユフが来ていただいたこと 非常に感謝申し上げます それから あとは日本の国内からも 朝鮮のように国外からも 来ていただいたことに感謝申し上げます カマアシクル・マルカズ・デラサート・アディアン・タオフィリア 質問 リジャイメント・ドシャ・アイスタファティなど それで 質問にも感謝申し上げます アシクル・アイダン・マン・シャリック・ビ・バフォースル・ワ・アウラーク それから一般の方あるいは学生の方で この会に参加していただいたことに感謝申し上げます 今日は午前のセッションと午後のセッションで 議論が盛んになることを期待しております それから一時からの各課の講演会がありますけど その講演がですね 会場に来た日本人の方々が 非常に有意義であることを願っております それから各課の講演はですね 非常に関心を持たれていろんな議論とか質問が出ると思います そしてその講演からですね 多くの日本人たちが有意義な成果を得ることができると思うんです それからイスラム教会 日本人向けの会長としてですね ラビタの各課が支援してくださった いろいろな点においてですね 感謝申し上げたいと思います それで各課が言われたのは 特末会長もメンバーだから あんた自分自身にお礼を言っているんですね 皆さん平安がありますか ではナドバトルイルミア やっぱりシステムがいいです はい ちょっと老眼鏡なくなってくる 老眼鏡なくなってくる 老眼鏡なくなってくる はい 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي 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 قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 وآخيرا لا بد من حماية الحقوق الإنسان داخل مجتمع أي إنسان دون تمييز وقد خرق الله الناس مختلفين ومختلفين في قدراتهم ومواهبهم لذا وجب علينا جميعا احترام آخر وطعيش ماهب كما يجب على حكومات أيضا احتمار من حقوق الإنسان ورحضر على الروح أبنائها وقتر نفس حرام إلا بلحق وأن يتم حل القضايا والمشاكل داخل مجتمع بالحكمة والمويدة حسن في جرد تحقيق التعريم الإسلامي سمح ونحن في اليابان نساء لتعريف بطريح بطريح شريط الإسلامي وطعريمه حتى يستفيد منها شاب اليابان الذي تحاير فهم ما يدير في الارم الإسلامي لذلك أتمنى أن تتعلم من حقوق الإسلامي لذلك أتمنى أن تتعلم من حقوق الإسلامي سمح لكم على حقوق الإسلامي السلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم يعني قرص إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بداية اسمح لي أن أرحب بالضيوف من المملكة العربية السعودية مع علي الأمين العام دكتور محمد بن عبد الكريم الإيسى ورفاقه الكرام وأرحب أيضا بالضيوف من داخل اليابان وخارجها طلب مني الحديث عن التنوع الثقافي والإثراء الحضاري المحور الأول فاخترت عنوان هذه الورقة الخطاب الإسلامي الياباني والدعوة إلى التثاقف والمقصود بالدعوة إلى التثاقف البحث عن موضعات في الفكر الإسلامي والفكر الياباني تتعلق بالثقافة والتقاليد وقد تمس أحيانا العقيدة لن ألتزم بما هو مكتوب هنا بالضبط حتى أختصر الوقت وربما توجد تساؤلات من الأخوة الناطقين بالعربية أو حتى غير الناطقين بالعربية فأتيح فرصة للتساقف أبدأ برقم اثنين في السنوات الأخيرة فقدت مؤتمرات وندوات تدعو للحوار والتعايش وكان الحوار الإسلامي الياباني حاضراً بشكل واضح على مدار سنوات بدعم من اليابان ودول العالم الإسلامي وانتهت المؤتمرات وانتهت الحوارات دون نتائج ملموسة يمكن أن يفيد منها على الأقل شباب الدارسين ولا أقول رجال السياسة ومن بيدهم مقاليد الأمور واستمر الإعلام في اليابان والعالم الإسلامي يشير إلى الآخر كأنه عالم من الخيال بينما الإعلام الغربي المؤثر يصور العالم الإسلامي لليابانيين على أنه مركز إرهاب يجب لابتعاد عنه قدر الإمكان ومع هذا حاولت اليابان الاقتراب من الشعوب الإسلامية وبخاصة القريبة منها وبدأت محاولات فهم تعاليم الإسلام وثقافته وحضارته التي أثرت العالم في زمن ازدهار الحضارة الإسلامية لكن الدراسات الأكاديمية اليابانية لم تكن على مستوى اهتمامات الحكومة اليابانية فهي دراسات لا تكشف كثيرا عن الجانب الثقافي في الإسلام وتفتقر إلى الدراسات المقارنة التي تساعد اليابانيين على فهم ثقافة الإسلام وحضارته وتتيح لهم رؤية صورة مغايرة غير تلك الصورة التي يرسمها الغرب عن الإسلام كدين إرهاب وقتل واعتداء في الوقت الذي يتعرض فيه العالم العربي والإسلامي إلى الإرهاب الأوروبي تحت دعاوى باطلة إن دراسة أنتقل إلى رقم ثلاثة إن دراسة التراث الياباني والتعرف على التقاليد اليابانية الموروثة يؤكد على وجود تواصل بين هذا التراث وبين ما في الإسلام من تعاليم تتعلق بجوانب الحياة المختلفة بل وبالعقيدة ذاتها والكشف عن التشابه بين ما لدى المسلمين واليابانيين في مجالات الحياة المختلفة قد يثير اهتمام الجانباء فرغم عدم وجود تربية دينية نظامية في اليابان إلا أن التربية الأخلاقية تتم في المدارس وعن طريق الإعلام بأشكاله المختلف وتعد البيئة بكل مكوناتها من أهم الجوانب التي يحتم بها المجتمع الياباني فكل ما فيها من جبال وهضاب وغابات وأنهار هبة من الخالق تنال درجة التقديس والاحترام ففي اليابان أشجار مقدسة يتبرك بها اليابانيون كما يعتبر الماء طهورا يتطهر به رجال الدين البوذيين وأيضا من يذهب إلى مزارات الشينتو لا بد أن يتوضع أو يتطهر بالماء والمطر هو نعمة من الخالق إذا انقطع المطر في اليابان لاجع اليابانيون أصحاب عقيدة الشينتو إلى إقامة صلاة الاستسقاء وهذا المصطلح في الإسلام صلاة الاستسقاء له مقابل في اللغة اليابانية يقولون أما جوي يدعون الخالق أن ينزل عليهم المطر أما الجبال في اليابان فلها مكانة مقدسة أيضا حتى إن البعض يظن أن اليابانيين يعبدون جبل فوجي وهناك جبال تؤنس وجبال تذكر كأنها كائنات حي وإذا كان الإسلام إذا كنا في الإسلام لدينا طعام حلال وطعام يحرم على المسلم تناوله ففي اليابان أيضا يحرم على اليابان تناول طعام معين في أوقات معينة ومناسبات معينة أن في اليابان أيضا حلال وحرم في الطعام أما شعار الدين مثل الصوم مثل الحج فاليابانيون لديهم نمط من الصوم أيضا فبعضهم يصوم وبعضهم يحج لكن كل على طريقة وربما نظرا لعدم تدريس تعالمي الدين في المدارس صار معظم اليابانيين يجهلون الصوم كيفية الصوم وكيفية الحج سواء في الشينتو أو البوذي وعودة إلى الإسلام من خلال القرآن الكريم من خلال الحديث النبوية نلاحظ الاهتمام بكل ما في الطبيعة من خلق الله فالله يقسم بالأرض ويقسم بالسماء القرآن الكريم يشير إلى الشجرة المباركة التي شار إليها البروفيسور شينوهي في حديثه زيتونة لا شرقية ولا غربية الحديث النبوي ينهى عن حرق الشجر الشجر في الإسلام كائن حي بل نحن أكثر درجة تقدمنا أكثر درجة من اليابانيين الشجر في الإسلام ينطق يعن ألم يعن الجزع حين تركه الرسول صلى الله عليه وسلم ويستخدم منبر فأن الجزع وسمع الصحابة أنينة أي أن الشجر يتكلم أيضا في الإسلام أما الحيوان في الإسلام فله مكانه هو كائن حي وقد ذكر لنا قصة الرجل الذي سقى الكلب والمرأة التي حبست الهرة لقد حان الوقت كي يكشف الباحثون من المسلمين واليابانيين عن الجوانب المشتركة في الثقافة اليابانية والثقافة الإسلامية من خلال التعمق في دراسة التراث الفكري والثقافي الياباني والتراث الفكري والثقافي الإسلامي حتى لو تلامست الدراسة مع جوانب العقيدة فاليابانيون الذين دخلوا الإسلام وأشير هنا إلى تنكاي بي كتبوا أنهم لم يشعروا حين اعتنقوا الإسلام أنهم انتقلوا إلى دين جديد ذلك لأن عقيدة الشينتو القديمة أو ما يطلق عليه باليابانية كوشينتو تقول بأن الخالق موجود في كل مكان يرى كل شيء ويصل إلى كل شيء رغم أننا لا نرى لكننا قد نشعر به حين نتفكر في مخلوقاته التي أبدعها لقد اهتمت دارسون اليابانيون في معظم في معظمهم بدراسة التصوف والفكر الصوفي لماذا؟ لأنهم وجدوه أقرب لعقيدة الزن البوزية وأجريت دراسات عديدة وصدرت كتابات وبحوث تقارن بين التصوف الإسلامي وعقيدة الزن وأيضا عقيدة الشينتو ترجم قليل منها إلى اللغة العربية إلا أن البحثين اليابانيين ومنذ أكثر من نصف قرن يعكفون على دراسة الفكر الصوفي في بلدان العالم المختلف إن مراكز البحوث في الجامعات اليابانية تركز على دراسة الإسلام السياسي وعلى ما يدور من أحداث يصنعها الغرب في العالم الإسلامي وبهذا يقدمون الإسلام في اليابان منقوصا ويلبسون قضايا الصراع في المنطقة لباسا إسلاميا ليكون الحل كما يأمل الغرب هو التخلص من الإسلام والتخويف من الإسلام الذي بدأ يجد قبولا لدى أهل الحق في أمريكا والغرب ويمكن الاطلاع على موضوع الندوات والمؤتمرات التي عقدت على مدار السنوات القليلة الماضية لنتعرف على اتجاهات البحوث في اليابان العنصر الرابع والأخير إذا كنا بحاجة إلى استعادة الدور الثقافي واستعادة لغة الحوار فلا يمكن أن نتغاضى عن إشكاليات الصراع في العالم العربي الإسلامي والظلم الذي تتعرض له شعوب المنطقة وبخاصة الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من جراء الاحتلال الإسرائيلي والدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل وصمود الشعب الفلسطيني وحده نظرا للظروف التي تمر بها الدول العربية نتيجة الحرب في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن فقد انشغلت الشعوب العربية بقضاياها وتناست قضية الأمة وعلى رأسها محاولة إسرائيل ومن والاها طمس الهوية الفلسطينية في الختام سيكون من المفيد أن تهتم رابطة العالم الإسلام بالتعاون مع مراكز البحوث في الجامعات اليابانية بالتخطيط لإصدار سلسلة من البحوث تتناول المشترك الثقافي الياباني الإسلامي تصدر باللغة العربية وباللغة اليابانية وسوف يكون من المفيد أيضا إعادة إصدار المعلفات التي كتبها يابانيون مسلمون وغير مسلمين بعد تنقيحها وتحريرها من جديد ومن المفيد أيضا أن تشارك رابطة العالم الإسلامي وجامع الدشيشة في دعم جهود المسلمين اليابانيين الرامية إلى تقديم الثقافة الإسلامية في اليابان عن طريق الاهتمام بإقامة المصليات في المطارات وبعض محطات القطار والاهتمام بدعم شركات ومطاعم حلال الطعام وتأسيس بنوك غير ربوية وتأسيس مراكز بحسية تهتم بجوانب الحضارة الإسلامية كما يمكن لرابطة العالم الإسلامي دعم عدد من شباب الباحثين في جامعة الدشيش وجمعية مسلمي اليابان لتأهيلهم مستقبلا للقيام بالبحوث والترجمات التي تكشف عن المشترك الثقافي والحضاري لليابان والشعوب الإسلامي وفي الختام مكرر شكري لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبيعه بحسان إلى يوم الدين صلى الله عليه وبركاته أن يُبارِكَ فِي هَذِهِ الدَّقَائِكَ أَلَتِي نَقْدِي هَ مَعَن それで 総裁の方からですね 皆さんがこうした貴重な時間を抑えて ここまで来てくださったことに 深く感謝を申し上げまして 同時にそういう機会を持てることをですね 希望はしたんですけれども それで 総裁の方からですね 皆さんがこうした貴重な時間を抑えて ここまで来てくださったことに 深く感謝を申し上げまして 同時にそういう機会を持てることをですね 希望はしたんですけれども أَلَتِي نَقْدِي هَذِهِ الدَّقَائِ يَبْحَثُ الْيَوْمَا النَّاسُ عَنِ السَّلَامُ أَلْكُلُّ يُرِيدُ أَنْ يَعِيشَ عَلَى هَذِهِ الْأَرْضِي السَّلَامُ それで その 総裁が言うにはですね ちょっと急に お腹がですね 蜜が当たって ちょっと 調子が悪くなってしまって どうしても こちらにですね 来るのが 難しくなったと それでですね 自分の準備した原稿をですね 代理で 一応口頭で伝えたんですけれども ラビタの古文である ムスタシャルである ムンキズサッカール博士が その総裁のですね 伝えたメッセージを 皆さんに伝えて それで質疑応答をしたいということで 健康上の都合なもんですから ご了承願いたいということで 連絡が入ったということです ファカッツアイマとバシャリーやと ハーラタイクテラープ アナティサ兄貴人数々と ミンズウィラドテヒワウジューwach ela hadihil アボ ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر لم يكونوا متدينين بأي دين لكن مع ذلك لم تغب الشعارات الدينية عن حروبهم وذلك لو تصفحنا في تاريخنا القريب نجد أن هتلر استخدم صليبا معكوفا وهتلر ليس له علاقة في المسيحية بشكل من الأشكال لكن جرى استخدام الدين طوال التاريخ لتسويق فكرة ما أو لتسويق الأهداف التي يريدوا هؤلاء الأباطر ألمانا كبشًا كانت أنشخشเชيarak أرى أعزنت في طند الله ويناسي قنقر كبشًا رؤين أنشخ من المشروع إنمه مرحز t fasc Sue لكنها مجتمع بالتعرفية وفي أيضا شخص مجتمع البدء في الكثيراتienstية أرى أن يعرض فعلها كثيرات شخص لمرة أحدى ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة وهكذا أستطيع القول بأنه لا يوجد عالم مسلم يدعم الممارسات الإرهابية التي يفعلها الناس باسم الإسلام المترجم للقناة 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 أستطيع أن أقول بأن النسبة قد تكون من بأة من مئة مليون هناك مسلم واحد مارس الإرهاب هذه النسبة لا تخول أحدا أن يتهم الإسلام أو يتهم المسلمين بأنهم إرهابيون نسبة غير معدودة غير محسوبة لا يمكن لأحد يؤمن بعالم الرياضيات بعالم النسب أن يصدق أو يقبل بأن المسلمين يتهمون بالإرهابية المترجم للقناة المترجم للقناة سмотрите سريع عدية هل يقبل هذا؟ لا يقبل أحد من العقلا أنه حاسب الأديان وأنه حاسب عموما معتني قيها على ممارسات البعض التي يرفضها كل أتباع الدين والتي ترفضها مبادئ الدين وأنه حاسب الأديان ، الإرهاب المسيح والإرهاب اليهود والإرهاب البوز والإرهاب الحبد والإرهاب الحبد والإرهاب بل فلو كان تروريزمの温床であるという 結論に達しない限り そういうふうな イスラムを国際テロリズムとして 決めつけることは できないと思うのです ですから イスラムの根本というのは ムハンマドに下された コーラン それに基づくものでありまして そこに基づいた教えというものを よく見つめなければいけません そこでコーランというものの 性質についてちょっと移りますと コーランのほかに コーランの啓示を受けた 預言者ムハンマドが 語った言葉 宗教に関する言葉がありまして この2つの言葉をですね きちんと学んで これをハーモナイズさせていくと イスラム教というのがですね 決して アラブとか 今のイスラム教徒だけに向けられた 宗教ではなくてですね それを超えて 全人類に向けられた その信仰のですね インビテーションの宗教であるということが 分かると思います そこでですね を全人類のですね 自費として 一つの自費として 送った つまり ムハンマドはですね 神からの 全人類への自費であるというふうに コーランに書かれております そこで表現なんですけど 自費として送ったというんですけど より正確に コーランの文句を言えば 神は 余計者ムハンマドを 全世界の人々の 自費以外では 送らなかったということで 二重否定の 強調形を 使われています そのことも なぜ 余計者が送られたということを 全人類に送られたかということを 強化する 教えであります ですから イスラム教のですね 神 アラはですね 余計者ムハンマドを アラブに送ったわけでもないし イスラム教徒に送ってもらう それから人々に送ったわけでもない 全て 神が お作りになった この地上 天と地の間のですね 生きとし生けるものに の対して 自費として送ったということが 私たちの その その 啓示の 理解の仕方であります そこで 余計者の 言葉 残した言葉を 見ますと 予言者がどうして送られたかというと 人々の倫理 道徳を より 確かな 正しい倫理を 完成させるために送ったと つまり 倫理の完成 道徳の完成のために この イスラムというメッセージは 送られてきたというふうになっております ما هي؟ ما قال أن أكتور الناس؟ قال مهمتي على هذه الأرض أن أتمنى هذه الأخلاق أن أستثمرها أن أأكدها أن أأكد على حضورها في تربية نالجمعية الإنسانية مهمتي على هذه الأخلاق وأن الأخلاق الإنسانية يعتقد أن أجل الناس تمthroughه كما يجعل ما استطاقه أن تسفل مهمتي أخوات وإنها أعرفت هذا يقول ما هي اليمنسى لا أن أزدح من أجل وضع عمل إنهم يبلح فإذا يكون من رحمة الله ورحمة الله في أهل رحمة الله وإخوانه على أصحابه في المؤمنين حاله بمسلمين الذين يأتون بعده رحمته بأمته فهذا أمر تحسير حاصل ليس فيه جديد فكل الناس يرحم من حوله ومن يلوذبه ですから預言者がアラブの人だけとか彼の仲間とか彼の家族だけというふうなことに持って贈られたなら つまりどういうことかというと 預言者が贈られたのは自分の家族とか自分の仲間とか自分の民族とかに 親愛の情を道徳的な行為をするという そういうふうな限定に贈られたということは全く論理矛盾であって そういうのは別に新しい啓示がなくても 人々は自分の親族ですね 子供とかそういうものは本能的に可愛がるものでありますから そのような自分たちが神の助けもなしに 本能的にそこに親愛の情の行くものであれば それはモハマドが預言者として贈られた意味というのは論理的に合わない だからそれを超えて贈られたという理解をしなければいけないと思います عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم そこでイスラム記を伝えて モハマドはサウジアラビアのメッカのために伝えたわけですけど 伝えた時に彼は殺害の対象にもなるし それから彼の教えに帰影した人は ナザシでなじられたり 暴力をつけられたり 釘をまかれたりとか いろんな弾圧にあっているわけですね そのような反対にあって 彼ら知らなかったのは 彼のおじさんとか それからメッカのシェイフたちの一部に彼らが救われた つまり神の命を通じて救われたということで 本当に殺される寸前だったということもできるのであります そこでそういう状況になったので 預言者モハマドは メッカからだいたい400キロメートルとの距離にある メディナに移住して そこでいわゆる逃げるわけですね 戦いではなくてメッカからメディナに 迫害を逃れて逃亡しました そこでですね メッカという町は 預言者の故郷でありますから そこで預言者はですね メッカは自分にとって一番大好きだと この町はどうしても離れたくないと 離れたくないけれども そういうふうな迫害によって 追い出される形で離れざるを得ないんだと それを信仰のために離れるわけですけれども 本当に泣きながらですね この愛しい国を離れたと こういうふうに語っております そこでメッカのですね 有力者たちは この木としてですね 彼を殺害しようと試みたりですね 他のいろんな妨害を行ったり プレッシャーをかけたわけで その結果ですね メッカから逃げざるを得なかったわけです ところがそのメッカからですね 逃亡して10年後 本当8年 サマジャサナワ 10年と言っていいんですけど アシュアサナワと10年後にですね 8年後にですね メッカに帰還するんですけど その帰還の仕方はですね 勝利者として戻ることができた つまり征服したわけじゃないんですけど 追い出された町にですね イスラムを実現して 勝利者として 戻ることができました そこでそのメッカの人々はですね イスラムに この降伏というんですか 消えするわけですね この消えはですね 信仰とはまた違うわけで イスラムを認める方向に向かう というだけでありました そこで戻ったわけですけど このメディナに対する メッカに対する愛着は 強いものがありまして ですからそこにですね 彼が戻って これからですね 復讐しようなことは 一つも思わなかったわけです なぜなら 彼は ヒューマニズムがありますし 道徳もありますし その戦いということのですね 復讐をするために戻ったわけではないからです そこで戻ってですね カーバ神殿の周りに メッカの有力者さんを集めて 数々の過去の思い出を 預言者モハマドは彼らに聞かせました それから私がこうして あなたたちにですね 影響力というんですか こうしてできる状況になるとは 思わなかったでしょう お母さん قبل أن أكمل لكم الجواب أستحضر مؤرخا كان يقرأ عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما قرأت سيرته أعجبت به لما وصلت إلى هذه اللحظة لحظة دخوله إلى مكة فاتحا بعدما تعرض له من الأذى والقتل والسب إلى غير ذلك يقول هنا قررت أن أطوي الكتاب لأنني أتوقع ما سي فعله هذا الرجل بيؤلاء الذين فعلوا به وبي أصحابه الأفعيل ولا أحب أن أقرأ عنه وهو يبتش بهم وهو يقتلهم وهو ينتقم منهم فتويت السفحة حتى لا أقرأ هذي السفحة そこでですね 預言者の伝記を読めば このメッカに帰還したとき 生理者として帰還したんですけど そこに復習とかですね そういうことを行おうとか それから自分を殺そうとしたり そういうものに対して やった奴だから 殺さないまででも 俺はこれを嫌うんだというね このディスライクのようなことが書かれているかというと それは全く書かれていないのです سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تظنون أنني فاعل بكم قالوا أخن كريم وابن أخن كريم الآن تذكرو أن هذا أخوهم وابن أخيهم そこでですね メッカの指導者たちは そのムハンマドに対してですね いや我が教団よとね それで寛容な兄弟よと呼びかけて 彼らがですね それまで行った この仕打ちとか そういうものを ولي طبًا لا يمكن أن يسمحونه جَابَ النَّبِيُّ اللَّذِي بَعَسَهُ اللهُ رَحْمَتًا لِلْعَابٍ إِذْ هَبُوا فَأَنْتُ مُتْ لَقَ مرحبا فَأَنْتُ مُتْ لَقَ وحproًا وحورًا جُدًا وحظًا تُسْتَ ترجمة نانسي قنقر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ترجمة نانسي قنقر يقول صلى الله عليه وسلم 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر موسيقى 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 لفترة الإنسان وليطبيعة الأشياء لفترة الإنسان وليطبيعة الأشياء لفترة الإنسان وليطبيعة الأشياء لفترة الإنسان وليطبيعة الأشياء ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر المترجمات للمشاهدة وأن المعارضة المجتمع في هذه المراتية والسرعية التي تحت محاولا فيه وأن المعارضة المعارضة المتحدة وأن المعارضة المتحدة لإسلام المعارضة فيهوك وأن المعارضة المتحدة أثناء مرتبطة المترجم للإيمان بالله سبحانه وتعالى المترجم للإيمان بالله سبحانه وتعالى المترجم للإيمان بالله سبحانه وتعالى そしてこれは人間の目的でもあるし明らかなものでもあります そしてこれは人間の目的でもあるし明らかなものでもあります これは先ほどムンキズ先生が言ったんですけど 預言者が人々に送られた理由は 倫理的なものの寛容性を完成させるものだと このように預言者が言っております そこで関係性を言いますと 世界平和とそれから諸国民が持っております価値というものは 非常に強い関係があって共通性があります 人々というのは地域的に異なっておりまして 文化 言語 それから住んでいる生活の場所とか 習慣とか伝統 こういうものは異なっているんですけれども しかしその中でイスラムの価値のあるもの 例えば公平であるとか 自由であるとか 平等であるとか あらゆる物事を大事な政治的なことは 相談して決めようという これは人類に共通した価値であります そこで私自身ですけれども 東洋の歴史の古代を見ると たくさんの価値がですね これがイスラムの価値と一致するのを 見出すことができます ここで私はもう一度 はっきりと断言したいのですけれども 人類が共通してですね この価値の基準の中に 共通性を持っております もう皆さんもご存知のようにですけれども この孔子の教えというものは 非常に大きな影響をですね この東の文明の構築の中でですね 影響を与えております それでその孔子の教えというものは 中国ばかりじゃなく日本韓国 その他東東南アジアの諸国に 広く広がっております この孔子の教えというもの 哲学というふうになってますけれども そこにはですね アジアの東のですね この文化というものがあって そしてそこにある諸国はですね 非常に文化的に大きな影響を受けて あるいは同時にですね 中国文化の影響を受けて そしてその国々というのは 中国に始まって日本韓国 そしてさっき言いましたように 東南アジアの国々で そしてあとインドの一部も入っております そうか そこで孔子はですね 次のような理論を言っています それは理想的国家について 彼の公文があります 本当に理想の原則を採用すること そして理想的に生きることは この世を人々の全てに重要であり そしてそれは特定の人々の利益ではないです したがって価値を選ぶこととか 感覚的に良いことを選ぶということはですね それはそれをもってですね 統治をする そして国民のことをですね 運命の中にですね 政治の中でそれを守っていく そしてこの安全のケアをすること それから正直さを持ってですね その教えを広めていくこと それからですね 年長者を敬うこと そして年長に 一定の政治に達したものはですね 仕事をして与えると そして小さき者とか成長する者にですね 十分な教育を行って そして彼らが必要なもの の中でですね それからあとは未亡人とか 孤児とか それから貧しい 能力のない人とか病人とか それからですね そういう人たちに対しても ケアを行っていくことが重要であると このように講師は明らかにしています この原則を見ますと 講師は次のようなことを 称えております どのようにして人間性を磨き そして責任を負うのか そしてその中で始まって この礼儀を守って その事故の内的なものを 高めるのが最初で そしてそれがですね 最終的にはこの地上を 発展させていくことにつながると そこで国家の統治の責任を負うと そしてその中でですね ダーシュオという本があるんですけど この意味はですね 全ての地 それからそう大きな地というものですけど これは 大きな地へ至る道で そしてこれの基本はですね バイイナー すいません 正しい行いを明らかにして これがですね 消極的な否定的側面を 解消し そして新しい方向へ発展させる ということになりまして そしてそれが最終的には 育産 全校の方に到達するということになります そして そのような形のところで 統治が行われ ヤジバアライヒ ヤジバアライヒ このように こうしよう はい 私が強調したいのは 先ほど申し上げました 自分自身を磨き そして最終的には 地上を発展させると こういうふうな 講師の教えが 私が一番言いたいポイントであります 神様 فمن خلال هذه النمازج نجد أن القيم التي وردت في تعليم Confucius متوافق مع القيم الإنسانية الإيجابية لدى كثير من الشعوب والأمم وهي تتوافق مع تعاليم الإسلام في كثير من النواحي أيضا بدأ بضبط نفس وتهذيبها وانتهاء إلى مصل العدل وَالْمُسَا وَالْوَصَفِيَ 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 この現実においてイスラムの広がりがアジアでたくさん広がったわけですけれども、それは平和的に広がったのでありまして、決して力によって広がったものではありません。 そしてイスラムの京都がいる中国においても広がっていきました。それからアジアの東の方も広がりまして、これは1400年を超える歴史を持っています。 そして今においてもイスラム世界と中国の東の諸国というのが交流を続けております。 それで、さらにですね、アジアの東南アジアからそれから中央アジアまで開かって、 この理解はですね、周辺諸国の間にも広がって、イスラム教徒とかイスラム教徒とイスラム教徒とイスラム教徒のない人は共存し、 ومعجبية ، ومعجبية والعملية ، ومعجبية برو أولادة التجد من العلمية ، ومعجب العلمية لتعبت كاملة ، ومعجبية الى هذه المستهلة من قبل ، ومعجبية الديد ، ومعجبية ليس determination ، ومعجبية حصلة إلى هذا إلى بشكل ما ، وهذا الأولى أنظف ليسوا في تبقيقة إليها ، ومعجبية برامجبية التقالية ، ويسلاميا العديدية ترجمة نانسي قنقر 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 وسط مكتبوة لكل صلتك على الت === واليائيين وحلياء الله وحلياء وهذا شكرا شكرا موسيقى 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 それから人種の一等人種とか 他の人種を他の人種の上に置くという そういう理想的人種の考え方は 他の人種に対して圧力というか それを侵略となって存在します それで平和になるように 私は神のご助力を願って 平和が実現することを願います 皆さんに神の報奨がありますように どうもありがとうございました それからですね 今日はラビタの方で 最後のジョイント生命というか 共同生命というのを作りましたので ちょっと皆さまの前で読み上げますので ちょっとお聞きしてくださりたいと思います ジュルーススルース I would like to read the final communique of this conference sorry I would like to read the final communique of this conference here is the World Peace and Common Vision organized by the Muslim Wadi in cooperation with Japan University of Doshisha and it was on the 5th of August 2017 bismillahirrahmanirrahim in the name of Allah most gracious most merciful a Japan Doshisha University campus a forum on world peace shared perspective was held by the Muslim World League in cooperation with Doshisha University and Japan Muslim Association on August 5th 2017 a constellation of researchers specialists and clergy from Japan and East Asia took part His Excellency Secretary General of the Muslim World League Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isa opened the seminar stressing the keenness of Muslims to achieve an objective peace in the world based on the teaching of Islam and its legislations which have been harbinger of mercy, justice and humanity the participants in the seminar warned of the escalations of violence around the world and the steady increase in the number of its victim among the dead, wounded and displaced they urge considerate wise people of the world of the need to tackle this phenomenon through profound mutual understanding developing fitting ways of coexistence and cohabitation and prompting sympathy among the people of this universe just and fair visions that will lead to easing international and regional tension and eliminate chronic problems must be sought left ignored these ills will continue to abort the chances of coexistence and dash the hopes of the sage people in establishing universal society where respect, mercy and cooperation reign supreme they emphasize the following the role of religions is to promote peace and compassion among all people of the world religions must be exonerated of the prevailing state of tension among the nations and society around in our world they have become unwilling partners I'm talking about the religion of the world they have become unwilling partners of the warmongers greed and selfish interest religions provide human being with moral value and satisfy their needs spiritual need that is religions leaders are called upon to invest the assets of religions in the human conscience in rationalizing civilization and steering its achievement for the benefit of man's happiness achieving his prosperity guaranteeing his security refining his behavior preserving his noble values and promoting lofty social practices this requires the establishment of a fair partnership within the social concept contact accepted by all which will invest multiple vision in enriching civil and cultural life and human thought and building a human civilization rich in benefit terrorism and extremism are the most significant challenges facing humanity today they are a psychological scores that has resulted in unconventional behavior incompatible with the principle of religions and the covenant of states the response to this issue called for concerted effort to eliminate its causes the world nations and organization must operate to solve chronic political problems and contribute in diffusing global tension the recommendation of this of the conference the participant in the seminar called for first one must understand Islam and famerizing himself with its objective with it objectively through its origin and principle and respected references in the Islamic Ummah spearheaded by the Muslim World League as a global reference of the Muslim one should not be misled by the by the anomality exhibited by extremists on both sides whether by ignorance sheer ignorance or bad intention and follow misconception saturated with the spirit of hostility caused by accumulated historical fallacies condemning terrorism number two acts of violence and murder committed by extremist organizations religions especially Islam are innocent of these crimes these acts represent an attack on the very existence of human beings and their rise to live in dignity Allah subhanahu ta'ala exalted be he said in surah al-ma'idah verse 32 if anyone slew a person unless it is for murder or for spreading mischief in the land it could be as he has slew the human population and if anyone saved their life it could be as it have saved the life of the whole people the phenomenon of Islamophobia must be rejected outright it represents misleading propaganda and blatant ignorance of Islam and its sharia characterized by lofty values its tolerant laws and the unjustified hostility against Muslim and their religious symbols these epitomize repugnant racism that threatens the stability of human society undermined world peace and dismiss social harmony religious leaders are invited to cooperate in building bridges of communication to achieve world peace uphold virtues values and bolster partnership to evaluate the march of a human civilization and safeguard it from moral intellectual and spiritual diseases that threatens humanity to work together for the sake of a world where peace justice compassion and mutual respect are the norms to promote inter human relations support human rights and support the right of people to security prosperity and freedom and especially to empower religious and ethnic minority to preserve their cultural identity and social structure to advocate the preservation of the environment and climate balance and abide by international agreement and covenants aimed at protecting the land from pollutions desertification waste of resources and especially to limit global warming stop arms race and dread humanity from weapons of mass destruction to call on the countries of the world to unite in the fight against poverty ignorance disease and disasters to provide assistance to the displaced and the afflicted in coordination with the United Nations agency and humanitarian organizations promote and sorry provide the institution the both institutions that are extremely important in life of humanity the school and the family with noble religious values be wary of those who attempt to undermine human ideals and moral ethics and those who seek to tear the family apart spread immorality and marginal decent values last but not least invite all followers of religions to achieve positive social responsibility to integrate into their society and participate in the building and the development of the land the seminars participants thank the Muslim World League finally to Doshiba University and the Islamic Society of Japan for their cooperation in making this a success thank you very much Sakhman Lakhir شكرا